أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد نمر لأخبارنا لليوم بسرعة إذن شركة النقل المريح تعلن توقف خطوطها بداية من الشهر القادم خبر غير صار للمسافرين إذن توقف هذه الخطوط للصفر بين المدن أعلنت شركة النقل المريح في بلاغ أصدرته اليوم أن خطوطها ستتوقف بداية من الشهر المقبل وقالت تتوجه شركة النقل المريح بعبارة الشكر والامتنان إلى كامل حرفائها على خط جربة وخط جفصة توزر المتلوي نفطة وخط مدنين القيروان وجابسة الذين آمنوا بخدماتنا وكل ما بذلناه من جهد في خدمة المواطن والمرفق العام من أجل توفير وتسهيل التنقل من الجنوب إلى الشمال في كل المناسبات العطل والأعياد وفي كل اللامحة التي وجهتها البلاد وكنا جنودنا مجندين لإلاء عملنا في أحسن وجه وكنا خير مكسب لأبناء الجنوب المحروم من عديد الخدمات هذا ولم تفصح الشركة عن أسباب توقف خطوطها وسط تداول أخبار عن إفلاسها وفي نفس هذا السياق وزير النقل قال الزيادة في تعريفة النقل خيارا مطروح إذن أعتبر أن تجميد تعريفة النقل منذ 2010 أضاف صعوبات إلى القطاع وزير النقل يتحدث عن الخيارات أفاد وزير النقل ربيع المجيدي أن الصعوبات التي تواجهها شركة النقل العمومي للأشخاص مسألة ظرفية ومرتبطة بتوريد الهياكل القاعدية للحفلات المرسودة اعتماداتها في السوق العالمية وأفاد المجيدي في تصريح ليه اليوم زادة على هامش خطورة تسلم الشركة الجهوية للنقل بنابل لتسعى حفلات جديدة أن هذه الإشكاليات في طريقها إلى الحل خاصة أن كل الشركات في مرحلة تنفيذ برامج اقتناءاتها مرحليا وتابع كل الخيارات مطروحة بخصوص الزيادة في تعريفة النقل لأن درس المسألة الترفيع تقع بصفة دورية ومرحلية وفقا ما ينص عليه القانون عدد 33 لسنة 2004 خاصة أن تجميد التعريفة منذ سنة 2010 يعد من بين الصعوبات التي تواجهها شركة النقل العمومي المنتظمة للأشخاص وتشهد الشركات ذاتها تراكم عدد الإشكاليات المرتبطة بزيادة كلفة الاستغلال وارتفاع أسعار المحروقات والحافلات وقطع الغيار إذن إلى جانب ارتفاع الأجور وكل مصاريف الاستغلال مقابل تجميد تعريفة النقل ولاحظت أن الدولة التي تدعم النقل العمومي وخاصة النقل المدرسي والجامعي بنسبة 90% تقف إلى جانب الشركة التي تقوم بدورها الاجتماعي بالإضافة إلى دورها الاقتصادي بما يؤكد ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنة وبالتالي يحقق التوزنات المالية لهذه الشركات ويساهم في تغطية جزء من كلفة النقل ويؤكد ذلك أيضا ضرورة المحافظة على جاهزية الأسطول ومضاعفة الجهد لاستخلاص تذاكر الصفرات خصوصا مع انتشار ظاهرة جديدة تتعلق بعزوف العديد من مستعملي وسائل النقل العمومي عن سدات تذكرهم أو سندات أو اشتراكات المدرسية إلى جانب الاعتداءات المجانية وأعمال التخريب التي تطال الأسطول الأسطول الشركات العاملة في قطاع النقل إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام لا تنسوا دعمنا بلايك الفيديو بجد ما نقدم لكم أجديد إلى اللقاء